الغرض من عقد هذه الندواء هي توضيح الملابسات التي أحاطت بجمعية طاطة مورانت في علاقتها بالبنك الشعبي والتزامات الأطراف المرتبطة بمهرجان جنجا الواحد نظمنا نشاطاً معتمداً من طرف قيمة المنافق بمعية شركاء الحكوميين وبعد ما تم تحويل منحة من الخزين الإقليمية بطاطة نفاجأ بغياب الحساب البنكي وهو ما تم إتباته بمحضر مفوض القضائف بعد ذلك ظهر الحساب بأيام ثم اكتشفنا أنه تم رفض منحة التي تم تحويلها من طرف الخزين الإقليم يوم 27-12-2016 في محاولتنا لاسترجاع المنحة وفهم مواقع نجد أنه تم اختفاء الحساب البنكي الجمعية لمرة ثانية يوم 31-11-2017 ما اتقررت معه للاعتسام داخل الوكالة البنكية الغريف الأمر أن من عامل في خافة على اختفاء الحساب البنكي ضغط على رئيس المجلس الإقليمي بأدواته كي يحول بشكل غير قانوني منحة الجمعية من الخزينة العامة في الأرصد المؤقتة إلى الميزانية الإقليمية وبعد ذلك طبعا نتائج المنتظرة لأنه الناس من طموعنا عندهم الشيكات كيلي صبروا كيلي ما صبرش كيلي خلصناه من فلوسنا وكيلي ما قدرناش وفي لحظة ما تدفع الشيكاية في الظل ويتم اعتقالي في بيتي وأقضي 14 ساعة هذه الحراسة المغاني فالآخر بعض المستتبعين يقولون أنك مستهدف شخصيا أنا من أنصار جرد الموضوعي للأحداث والأشياء هل أنا مستهدف أم غير مستهدف لا أدري لكن إن كان يتم مستهداف الناس لأنهم ينتصرون لدواويرهم ولوطنهم فأهلا بالاستهداف شكرا